جاود المقطع يا حبايب نزلت مقطع لقناة الثاني يصطرح واحدة من أكبر الفضائح باليوتيوب شاهدت بي حققت وسائم تكيت وياسو وأشياء كل الصدمة رح شوفوه بذاك المقطع رح اضطوكم على الطابل وصف المقطع ممكن ينحذف بأي لحظة فالكل يا حبايب رح شوفوا المقطع هناك قبل ما ينحذف المقطع بأي لحظة وهذا اكتبونا بلكومتال شاركوا بالصدمة اللي شفتوها الخبر اول اللي عدنا عن موفلوكز والغاء الفولو عن غيث مروان بحسب بالإنستجرام غيث مروان بعد حط فولو الموفلوكز بالإنستجرام ومثما تعرفون يا حبايب انه موفلوكز ونارين بيوتي حالي ان يحبون بعض طبع هذا الشيء يكشفه احمد أبروب بالمقطع اللي نزله الاخير اللي احمد أبروب قال انه علاقة موفلوكز ونارين بيوتي نوعا ما هو حب حفظهم يعني وبنفس الوقت صار يقول على غيث مروان انه حاليا دي يحاول يلحق ورى نارين بيوتي ويسوي علاقة وياها فتتوقوني يا حبايب هذا السبب لخلي موفلوكز ونشيل الفولو عن غيث مروان سبب انه هو غيران على نارين بيوتي يعني مثلا هم حاليا ما قاعدين يطلعوني بعض ويحشوني بعض بالسوشال ميديا ولكن علاقتهم بعدها مستمرة خارج السوشال ميديا وطبع هذا الشيء اللي اكشفته وفضحته اكثر من مقطع ازلت على قناتي باليوتيوب وبهذه المقاطع عشي تحطوكم انهما يلتقوني بعض خارج السوشال ميديا فمادر الصراح كنتم نحبه بالكومنتاج شاركوا بالخلاف اللي صار بين موفلوكز وغيث مروان وانتو ويا منو ننتقل حاليا نور مار وعلانة عن فيديو كليب مالته الجديد فنزلوا شوية استوريات يحمس بها المتابعين على اغنيته الجديدة فصار يقول انه هاي اللغنية هتكون اقوى من اللغنية السابقة بمليون مرة رحطوكم الاستوريات شوفوها وين رايح يا نور؟ ترى رايح اشتري اكل وبعدين اروح الوتيل اروح حانيا البرهم المعراوي واستهزاء باحمد ابو الرب فبرهم نزعل حسب بالانستجرام شوية استوريات بها البرستوري شاي كاتب معلش بس حبيت الادت واللي هو حط تصميم اللي احمد ابو الربو الى ونوعا ما هذا التصميم كان يستهزاء باحمد ابو الرب من هو قالوا ان احمد ابو الرب ما يخاف من احد ولكنه يخاف من برهم وحطوا شوية تصميم ان برهم هو اقوى من احمد ابو الرب فشتوقان يا حباب اللي خلي برهم يسوي هذا التصميم منزل على احمد ابو الرب هاي يريد ان يكبر المشكلة عودية الحركة شبه احمد ابو الربو عمدي الصالحون ما دل اكتبوا له بكومنتاشون توقعتكم لهذا الموضوع الروح حاليا الاشاعاتين يتشرت حاول الزواج نور ستارز في نور ستار يا حبايب نزلت على حسبها بالانستجرام هذا البوست وبهذا البوست احطوا بهذه الصورة اللي غلوم متابعين توقعونوا ليش هي لابسة فستان عرس هل هي خطبة او الزوجة اتوقع هذه الصورة يا حبايب هي من اوني في بوردون ما توقعكو زوج بالموضوع فيوم مجرد الصورة يمكن حطتها مناسبة للايد عليكم انكتبوا بالكومنتاشون توقعاتكم لهذا الموضوع وبيصور الحباب من وصلت المقطع لا تنسوا المقطع اللي على القناة الثاني الكل يروح يشوفوه يا حبايب بأي لحظة ممكنين حذف في الكل يشوفوه في فجر مقطع لايكات واشتركوا بالقناة وبيصوريك وكافيه زي واختناك القصص مع السلامة